بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم الحقيقة احنا على مدار لما حصلت مشكلة الكهرباء وبدأنا موضوع قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال وأعلننا انها هتكون في حدود الساعتين يوميا وأنا الحقيقة مع زملائي الوزراء شغلنا الشاغل ازاي نخرج من هذه الأزمة بصورة نهائية ويمكن كنت أعلنت في فترة سابقة ان احنا بالفعل حطينا خطة ان احنا حننهي بالكامل مشكلة تخفيف الأحمال ان شاء الله على نهاية هذا العام عام 24 وبالفعل احنا شغالين على هذا الموضوع بمنتهى القوة وعندنا الإجراءات علشان نحقق هذا الموضوع لان احنا ساعتها لما عرضنا على حضراتكم قلنا مع الزيادة اللي بتحصل في عملية الاستهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة اللي حصلت في البلد وزيادة السكانية وكل الكلام ده بقى هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية علشان ندبر الحجم المطلوب عشان نضمن ان احنا نشغل الكهرباء على مدار 24 ساعة احنا ما عندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود محطات الكهرباء بتشتغل على مكونين أساسيين المزوت والغاز الطبيعي فالحقيقة يمكن احنا حطين الخطة بتاعتنا على أساس ان احنا فعلا نحاول نفضل ملتزمين بموضوع الساعتين الانقطاع على الان شاء الله على الهدف ان احنا قبل نهاية هذا العام نكون بنتوقف تماما عن موضوع تخفيف الأحمال لان عارفين ان هو مش فقط بيمس المواطن ولكن ايضا بيمس القطاعات الاخرى قطاعات الصناعة وقطاعات الاستثمار وبنبقى وعيين تماما وبنبقى يعني مش عايزين على الاطلاق ان اي مصنع يتضرر او يتأثر من موضوع ايقاف الغاز ليه بسبب هذه الازمة الموجودة ولكن خلينا يعني كعهدي معاكم بمنتهى الشفافية بتكلم شهر يونيو اللي احنا الشهر اللي فيه حصل فيه تلات موجات حرة غير مسبوقة اذا قرناها بالشهور السنين اللي فاتت تلات موجات حرة طبعا كان منهم الموجة اللي حضركم اكيد حستوا بيها في وقت اجازة عيد الاطحى وكانت يعني شديدة الصعوبة ودرجات الحرارة كانت كلها فوق الاربعينات اتنين واربعين وثلاثة واربعين ويعني سجل في اسوان رقم قياسي تجاوز الخمسين درجة مقاوية ومع ذلك كنا حرصين وعلى يعني متابعة مع الوزراء وكل العاملين في الوزارتين ان احنا نفضل على موضوع ساعتين فقط تخفيف الاحمال او قطع الكهرباء اللي حصل بعد اجازة العيد مباشرة حصلت موجة اخرى للأسف شديدة الحرارة ومازالت موجودة لغاية النهاردة واحنا موجودين النهاردة الحرارة في الخارج مسجلة اكتر من واحد واربعين او اتنين واربعين انما اللي حصل على مدار اليومين اللي فاتوا ان طبعا تواكب هذا الموضوع مع عودة طاقة العمل بكاملها في كل انحاء الدولة سواء القطاع الخاص او القطاع الحكومي فابتدينا سجلنا على مدار اليومين اللي فاتوا حجم سحب او استهلاك للطاقة الكهربية غير مسبوق يعني احنا انبارح قبل ما تحصل الازمة اللي انا حشرحها لحضراتكم كنا اقتربنا من ستة وتلاتين جيجا استهلاك كهرباء قبل ما تحصل الازمة اللي حصلت في منتصف اليوم ايه اللي حصل مصر احنا كلنا عارفين ان مصر يعني ربنا حبيها بحجم من الغاز والطاقة واحنا الحقيقة في اطار خطة الدولة ان احنا نكون مركز اقليمي لتداول الطاقة وبالذات الغاز وتسيل الغاز وتصديره وتدوله مصر لديها شبكة اقليمية بتربطنا بدول الجوار الشبكة دي ببساطة شديدة بتفيد الدول كلها مع بعضها البعض بحيث فيه اوقات لما بيبقى فيه دول عندها فائد في الانتاج اللي عندها بتقدر تصدره من خلال هذه الشبكة الاقليمية لبقية الدول بحيث ان احنا بنقول مصر مركز اقليمي فإيه اللي بنعمله بناخد حتى الغاز اللي من الدول الجوار بتعمله تسيل عندنا في محطات التسيل بتاعتنا الرئيسية وبنقدر يتصدر من خلالنا لبقية دول العالم وبالتالي مصر بقى احيانا وبالذات في فترة الشتاء بيبقى لدينا فائد وبنقدر ان احنا نصدره لكن على العكس لما بيجي فترة الصيف احنا بيبقى كم انتاجنا النهاردة ومع تلات اربع سنين اللي فاتوا مع زيادة حجم الطلب والاستهلاك الكبير جدا اللي بقى موجود توقفنا تماما على التصدير في الصيف وبقينا كمان بناخد او بنستورد من دول الجوار حجم لا بأس به عشان نغطي بيه الاحتياجات الداخلية للدولة المصرية يعني الشبكة بتشتغل على النحيتين انها بنصدر وفي نفس الوقت بنستورد من خلالها اللي حصل امس الحقيقة ان احد الحقول اللي في دول الجوار اللي مرتبطة وبتضخ بصورة كبيرة جدا داخل الشبكة الاقليمية وبنستفيد منها خرج من الخدمة وحصل فيه عطل فني فتوقف لأكتر من اتناشر ساعة وبالتالي حجم الغاز اللي كان بيضخ في الشبكة وبيصل الينا وبنستخدمه في احتياجاتنا اليومية توقف تماما لمدة اتناشر ساعة الحقيقة بمجرد ما الموضوع ده حصل تم اختار به وكان فيه خلاية ازمة مع السادة الوزيرين وزير الكهرباء ووزير البترول وفي ضمنهم متابعين طول الليل لغاية لما الحقل عاد للانتاج بتاعه صباح اليوم بكامل الانتاج وبالتالي تأثير الموضوع بالرغم ان هو توقف لمدة اتناشر ساعة بالكامل قبل ما رجع تاني للمعدل الطبيعي للانتاج اخدنا اربعة وعشرين ساعة كاملين هم دول اللي للأسف عملوا التأثير السلبي اللي حصل امبارح وكان القرار اللي احنا كنا كلنا اسفين وان احنا اضطرين ان احنا ناخده ان احنا نزيد من فترة انقطاع الكهرباء لان ما نقدرش كدولة النهاردة الخطورة ان مع نقص هذا كالحجم وكنا نستمر في استهلاك كل الغاز اللي موجود في الشبكة ان كان ممكن يحصل مشكلة كبيرة جدا في تشغيل كل المحطات ويحصل ما يطلق عليه تأثير الدومانو ان تبدأ المحطات تقع واحدة ورد تانية فكان القرار المهم اللي احنا خدناه نزيد من فترة قطع الكهرباء لغاية ما نقدر الحمد لله ان احنا نتعافى وتبدأ يعود مرة اخرى ضخ الغاز من الحقول في الدول المجاورة وتعود الامور الى طبيعتها وده اللي حصل زي ما قلت لحضراتكم الصبح عشان كده كان غصبا عننا كدولة اضطرينا ان احنا نزيد من فترة الانقطاع اللي حصلت انبارح طيب التساؤل اللي ممكن يطرح يعني على طول يطرح نفسه طب حيتسأل المواطنين طب انتوا هتعملوا ايه طب ممكن الموضوع ده يتكرر مرة واثنين وثلاثة هيبقى كل مرة بيحصل نفس المشكلة لا لان احنا النهاردة الحية بمنتهى الامانة احنا كنا حطين خطة ازاي نضع او نتجاوز فترة الصيف ودي كانت توجيهاتي للحية السادة الوزراء وكل العاملين في وزارتي الكهرباء والبترول وايضا وزارة المالية لازم نبدأ نتحسب مع اللي احنا بتدينا نشوفه من موجات حرة غير مسبوقة ان وارد جدا يوليو واغسطس وسبتمبر تتكرر هذه الموجات وتبقى ممكن اعنف حتى من اللي حصل في يونيو عشان كده كان من تمانية واربعين ساعة السيد وزير البترول عرض علي انه محتاج ان هو يزيد من الاحتياطات الاستراتيجية للمزوت احنا عندنا احتياطات موجودة الاحتياطات دي بنستخدمها للمنورة ما بين المحطات وبعضها البعض ولكن تحسبا لي الحرارة الكبيرة جدا اللي احنا ممكن نكون متوقعينها انها تحصل طلبت من سيادته ان هو يزيد من حجم هذه الاحتياطيات عشان يبقى عندنا احتياطيات اضافية فهو طلب ان احنا ندبر او نستورد تلتمية الف طن مزوت اضافيين غير اللي عندنا ودول قيمتهم لوحدهم مية وتمانين مليون دولار وتم الموافقة الفورية من تمانية واربعين ساعة لسيادته وجهت السيد وزير المالية دبره من بارح المعادل اللي هم بالجنيه المصري ابتدى معالي وزير البترول يتعاقد بالفعل على المية وتمانين مليون دولار والتلتمية وتلاتين تلتمية الف طن مزوت وحيبدأوا يوصلوا مصر ان شاء الله مع بداية الاسبوع القادم ده كان فقط علشان ازيد من الاحتياطيات الاستراتيجية اللي بتستخدم جوه محطات الكهرباء علشان موضوع المنورة ولكن طبعا مع الازمة الغير المسبوقة اللي حصلت امبارح ودي طبعا كانت يعني ازمة صعبة جدا وكانت توجيهات من سيادة الرئيس ان احنا لازم نتدخل بصورة استثنائية ونحل المشكلة دي ونخفف من اثار المعاناة اللي حصلت امبارح الحقيقة من امبارح بالليل منذ تقريبا الفجر وبناء على هذه التوجيهات طلبت على طول عقد اجتماع فوري مع السادة الوزراء وتم ايضا التنسيق مع السيد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان احنا نضع خطة استباقية وخطة استثنائية لفترة الصيف هدفها ان احنا نخفف تماما من موضوع تقطع الكهرباء خلال فترة الصيف دي تحسبا لموضوع الموجات الحرة الكبيرة اللي هذا الموضوع انا طلبت من سيادة الوزيرين سيد وزير الكهرباء وزيد وزير البترول يحسبولي بالزبط علشان نتجاوز ازمة او فترة الصيف الامبالغ الاضافية اللي هي حتبقى في صورة شحنات نجيبها سواء غاز طبيعي او مزوت عشان نعدي فترة الصيف ومعنى كلمة نعدي فترة الصيف ان انا عايز اصل الى صفر انقطاع للكهرباء طوال فترة الصيف ما نقطعش كهرباء خالص الحياة معالي الوزراء مع الزملاء عملوا الدراسات بتاعتهم وحجم الكميات المنتجات المطلوبة وجم وقالولي بصورة مبدئية احنا محتاجين منتجات بمليار دولار امريكي ده غير المئة وتمانين مليون اللي احنا دبرناهم من تمانية واربعين ساعة يعني احنا بنتكلم في اجمالي مليار ومئة وتمانين مليون دولار النهاردة هنخصصهم كدولة علشان نتجاوز فترة الصيف في خلال الفترة الجاية الرقم ده سبعة وخمسين مليار جنيه لكن اللي يهمنا ان هو لازم المواطن المصري يبعرف ان هو الدولار هو الاهم لان ده هندبره من الموارد الدولارية بتاعت الدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة جدا هذا الرقم بناء على هذا العرض ومراجعته مع السادة الوزراء اليوم وجهت السيد وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على هذه الشحنات عشان نستقدمها بصورة فورية علشان نعدي فترة الصيف وتم التنصيق مع السيد وزير المالية علشان يدبر المبالغ بالجنيه المصري وبالتنصيق مع السيد محافظ البنك المركزي ايضا عشان ندبر المعادل لهم بالدولار النقطة طبعا ان هذه الشحنات ما نقدرش ان احنا بنجيبها مرة واحدة في يوم او ده بتاخد وقت في التعاقدات وبناء على هذا الكلام وتقدير السيد وزير البترول قال لي ان احنا هنكون قادرين ان احنا نصل الى الحجم الكامل لهذه الشحنات اللي تمكننا من وقف قطع الكهرباء بالكامل طوال فترة الصيف مع الاسبوع التالت من شهر يوليو يبقى احنا ان شاء الله اللي حنعمله من النهاردة لغاية الاسبوع التالت من شهر يوليو الكام يوم اللي فضلين من هذا الاسبوع حنتطر قاسفين ان احنا نستمر على قطع ثلاث ساعات في اليوم اللي هو تخفيف الاحمال ثلاث ساعات وان شاء الله اعتبارا من الاسبوع القادم حنرجع تاني للساعتين وتدريجيا اللي هو الاسبوع القادم ده حيبقى بداية يوليو لغاية الاسبوع التالت من يوليو ان شاء الله مع وصول كل الشحنات والمنتجات المطلوبة حنبدأ بإذن الله نوقف تماما قطع الكهرباء طوال فترة الصيف لغاية ما ينقضي الصيف احنا كنا حطين الخطة بتاعتنا ان احنا نوقف قطع الكهرباء زي ما قلت لحضراتكم بنهاية العام ويبقى بالتالي حيبقى بعد نهاية فصل الصيف اللي احنا بنتكلم عليه في شهر سبتمبر حيبقى عندنا شهرين ثلاثة طلط منهم ايضا نضع خطة ازاي نقلل فيهم بقدر الامكان عملية تخفيف الاحمال وإيه المبالغ الاضافية اللي مطلوبة ان احنا ندبرها كدولة علشان نقلل بقدر الامكان تخفيف الاحمال في الشهرين اللي حيبقوا متبقيين او ثلاثة لغاية لما تنقضي هذه السنة وهم دول اللي احنا ان شاء الله حنشتغل عليهم ايضا على امل ان احنا نقدر بقدر الامكان زي ما بقول لحضراتكم لو قدرنا نصل الى وقف قطع الكهرباء حنقدر لو ما قدرناش يبقى بنتكلم على اقل كمان المليار ده رقم مبدئي يعني من الوارد مع حجم الاستهلاكات وموجات الحرارة الغير مسبوقة اللي احنا ممكن نشهدها ان ممكن يبقى هناك احتياج لزيادة بعض المنتجات ومع ذلك انا طلبت من السادة الوزراء نبقى جاهزين بهذا الكلام علشان ندبرها علشان نعدي فترة الصيف ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم اعتبارا من الاسبوع التالت لشهر يوليو نبقى نتوقف تماما المواطنين في منازلهم وعن المصامع في كل او المنشآت كلها احنا حرسين كل الحرص على تجاوز هذه الازمة الخطة واضحة جدا بالنسبة لنا هي القضية كلها قضية تدبير الموارد المالية اللي تشغل المحطات بكامل طاقتها وايضا مع هذا الكلام واحنا كدولة هنكون ان شاء الله ملتزمين بهذا الموضوع ولكن ايضا اللي حابب ان انا انهي بيه كلامي ان لازم يبقى معاها ايضا خط الترشيد والحقيقة يمكن عشان هذا الموضوع يعني انا طلبت من السيد وزير التنمية المحلية ان احنا حنبدأ اولى خطوات عملية الترشيد بان احنا حيتاخد القرار ان اعتبارا من اول الشهر القادم ان المحلات التجارية كلها تغلق الساعة عشر ومساء في كل انحاء الجمهورية انا بتكلم هنا عن المحلات التجارية المنفردة اللي تبقى في الطرق والشوارع او المولات فيما عادة طبعا الصيدليات والسوبر ماركتس وايضا المطاعم ودي حتبقى بحد اقصى بتغلق الساعة واحدة صباح ده حيبقى جزء يساعد في عملية الترشيد ولكن ايضا يعني انا كل اللي بطلبه ايضا من المواطنين انه يساعدونا في عملية الترشيد داخل المنازل وفي كل المنشآت لان ده بيساعدنا كدولة ايضا ان احنا نقلل من حجم المنتجات اللي احنا بنستوردها النهاردة احنا الحمد لله وكل المواطنين عارفين احنا تجاوزنا الحمد لله الازمة الاقتصادية الخانقة اللي كنا بنمر بيها منذ شهور وكل المتبقي قدامي انا كحكومة النهاردة احل مشكلة قطع الكهرباء ودي ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم حطنلها الخطة بتاعتها وان شاء الله ربنا هيقدرنا وحننفزها عشان يبقى كده تجاوزنا الازمة الكبيرة اللي احنا كنا بنمر بيها على مدار الفترة السابقة ويبقى كل تركيزنا المرحلة القادمة هو عودة الاقتصاد المصري للتعافي والانطلاق ويحقق معدلات نموه عالية ويجذب استثمارات كبيرة ودي هي خطة الحكومة في خلال الفترة الجاية عشان كده يمكن كنت حريس كل الحرص ان انا اعقد هذا المؤتمر واعرض لحضراتكم بمنتهى الشفافية الموقف وايه اللي بيحصل وايه اللي حصل مبارح وليه الازمة اللي حصلت مبارح وايه رؤيتنا ان شاء الله وخططنا واللي بدأناها من النهاردة في حل هذه الازمة والخروج بيها ووضع الحلول اللي تنفيذها بإذن الله وربنا يعني يحفظ مصر ان شاء الله في خلال الفترة الجاية حضراتكم متابعين طبعا كل الازمات الاقليمية اللي موجودة وتدعيتها على مستوى الاقليم وعلينا كمصر ولكن احنا كدولة لازم ان احنا نخطط ونستوعب اي من هذه الازمات ونكون قادرين على امتصاصها ان شاء الله ونتحرك في اتجاه التنمية ونمو الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية انا بشكر حضراتكم ومرة اخرى يعني بوجه اعتذاري للشعب المصري على الازمة اللي حصلت انبارح واللي انا شرحتها بالتفصيل وان شاء الله باذن الله ربنا ما يكتب علينا مرة اخرى هذه الازمة واحنا ان شاء الله بالخطوات اللي احنا عرضتها لحضراتكم هنكون قادرين باذن الله يبقى عندنا كل الخطوات الاحتياطية اللي تمكننا ان شاء الله ان هذه الازمة باذن الله ما تتكررش انا بشكر حضراتكم جميع